الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ورسوتنا وقدوتنا محمد عبر الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِّد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنده وقد فأثره إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى جلَّ في علا مثل الذين ينفتكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم قال تعالى جلَّ في علا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير قال تعالى جلَّ في علا وإن فأثم ربكم لإن شكرتم لأسيدا لكم ولإن كفرتم إن عذاب لشديد قال تعالى جلَّ في علا فأما من أعطى وردق وصدق بالحسنة فسن يسره للعسنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسن يسره للعسنة وما يغني عنه ماله إذا ترد قال تعالى جلَّ في علا من ذا الذي يغرض الله طباً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة وأيها آيات كثيرة تدعون إلى الإنفاق وإلى الصدق وإلى التقرب إلى حضرة زي الجلال من هذا الباب فدعالوا في بقائق معدودات لنرى كيف تضافرت الآيات والسنة النبوية مظهرة في دعوة المسلمين في دعوة من أراد الله ورسوله ودعو الأكار أن ينفق في سبيل الله على كل مسكين على كل محتاج على كل فقير على كل أرمال على كل مصاب على كل ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإباد المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة مناه وما زاد الله عبداً في عفو إلا عزا وما فوضع عجل لله إلا رفعه الله جل وعلا وصل على حديث محمد صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة مناه سأل الله عن طرع صدقة طرقاً بإيه؟ بس البركة من سيدي يبقى ما ينقص أبداً ما نقصت صدقة مناه وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا وما قوضع عبد لله إلا رفعه الله جل وعلا كذلك نقول عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم جمعة كما روى الإمام ابن ماجة من حديث جابر ابن عبد الله يقول جابر خضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة فقال أيها ما شف مدة خطبة النبي الدين لا تتعدى ربما دقيقة دقيقة ونصف بالدعاء دقيقين ثلاثة لكن البلاغة كلها حفرة سنة دبي الله صلى وسلم ابن حليم يقول أيها الناس طلقوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا واصلوا جدي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تنصروا وتنصروا 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 كذلك وصح عند الإمام التلمذي وربما يعرف كلنا هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دم حشاتا في بيته يقول يا عائشة ما بقي منها اللي فاضل منها يا عائشة قالت يا رسول الله لم يبقى منها إلا كاتفها فقال النبي الصلاة يعني وزعناها وقلناها يا رسول على الفقراء مش فاضل للكاتف بس فقال نبي صلى الله عليه وسلم قلنا عائشة قلنا لا بالعكس بل بقيت كلها غير كتفها يعني قلناها لو قلتها في الميزان هو لا مباقي بل بقيت قلتها غير كتفها ثالث يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عند الإمام البخاري والإمام النسائي من حديث عبد الله بن مسعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله مين فيكم يحبكم المال للورقة أكثر من كله هو أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما لنا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم أنت تعمل نفسك بالإمتادم ومال وارثه مآخر تعد حارس على هذا المال ليستمتع به الورقة الذين ربما تذكروك في كل عالم وفي كل مناسبة بالدعاء بالرحمة وربما مع الأيام لا يتذكرك أحد ما يقول لكن مع الأيام ما حديش بتكره يعني أنت حارس طول العمر حارس على هذا المال ولذلك لهماني الحكيم يقول لك عجبت لأمر المخير يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء أخذت أعرضك أخذتك هذا المال أخذتك وكنت مازك على نفسك ومازك إنك تنفق في سبيل الله واعلمت أن الإنفاق في سبيل الله مفتاح للرزق كل ما أنفقت كل ما أبواب الرزق تفتحت أبواب الرزق تفتحت اللي بيدل على كده إيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند الإنان مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بيحكي لنا كان فيما في من كان قبلنا رجل يمشي في فلاه فنظر السحاب فسمع السحاب يتجمع ويتكلف سحاب ضباب يتجمع ويتكلم وذكر اسم فلاه وكأنما هادف بين السحب باسم رجل قال فتعجب فإذا السحاب كله تجمع في مكان وفي حرة مكان حور كبير أسقط السحاب كل ماءه في تلك الحرة تمام فإذا شرجة من تلك الشراج زي بالقول عليها الأناية إذا شرجة استوعبت كل هذا الماء قال فتتبع الماء في تلك الشرجة فإذا رجل قائم يحقق الماء بمسحاته يعني بالفات بتاعه فقال الرجل ده ما اسمك اسمك ايه يقول للمجل اللي بيحوا الماء قال اسمي فلاه فإذا هو الاسم الذي سمعه في السماء في السحاب يقول له انت تسأل عن اسمي يقول ليه ماء ماء بل الذي دعاك أن تسأل عن اسم قال ذلك الاسم الذي سمعته في السحاب أخبرني ما الأمر قال أنا أنك مكبلي هذا فإني أنظم إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه وأنفط أنا وعيالي ثلثه وأرض على الأرض الثلث يعني بقسم اللي بيغنط منها تلت 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 فقراء ومساكين تلت بعيش أنا وأولادي تلت بنفط على المصراح اللي أنا فيها عارفت وصل لحد فين ده مش كده بس يعني ده مش مجرد من اسمه ذكر ده ما تحول إليه خاص حصريا لأنه كان ينتاجر مع الله أزوله وأعلم كذلك أن التصدق هو من أوسع أبواب وبأن يغفر الله لك ثمك في صحيح المسلم الحديث الطويل الذي رواه معاد كنت تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم فساقى حديثا طويلا قال في أكيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة الصوم جنة يعني وقايا بينك ورين المعاصي والنور لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم ومجرى الدم شفهم القافع في ساعات الصوم قال الصوم جنة والصدقة تدفع الخطيئة كما يدفع الماء النار وعند الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء وكأن الصدقة وأفعال الخير بيقفوا عند ميتة السوء كأنهم يدافعنا حراص بدي جاب لك أنت ليه لأنك تجابت مع الله عايز ربنا يحصل خاكمتك ما تموتش ميتة السوء ربنا يا حراص تصدق وأنفق لله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام الصدقة تدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء وذكرنا وكذلك ذكرنا في أحاديث التراوير وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلائع المعروف تقي مصارع السوء تحفظك تحفظ أولادك تحفظ مالك آآ صلائع المعروف يعني ايه تقي مصارع السوء وتحفظ من الآفات والهلكات ذلك أنا أتعرف أنها مغفرة للذن تجد في مستد الإمام الأحباد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويقول كان في من كان قبلكم رجل يتعبد في صومعة الله فلما دخل الربيع ونظر من شرفة صومعته قال لو نزلت فرأيت عجيبة قدرة الله من بالأمس القريب كانت الأشجار كأحقاب كحبط فلما جاء الربيع أوراقت وتظهرت وتزينت فرأيت عجيبة صنع الله فذكرت الله فازددت خيرا شوفوا الله عايز يعني بإيه عايزين يبص كده على الولود وعلى الظهور وعلى كيف تغيرت وتبدلت الأرض من بعد المطر والربيع فذكرت الله وتعجبت من قدرته فازددت خيرا وبالفعل إذ نزل من صومعته وبينما هو كذلك إذ لقي في ربع من الرجوع ومكان من دغل من الأشجار وجد امرأة فلا يزال يكلمها وتكلمه حتى غشيها فلما غشيها من صدمته أم عليه فلما أفاق انطلق يغتسل في غدير قريب كان قبل ما ينزل من صومعته كان أخذ معه رضيفا أو رضيفين لما راح يغتسل في الغدير وضع الرغيف أو الرغيفين على الشاطئ فنزل يستحم ويستغفر ربه من ذلك ومن ذنب العظيم وهو يستحم في الغدير جاء أسائل على الشاطئ يسأله فأومأ له وأشار له بالرغيف أو الرغيفين اللي بقص النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي يجيب الموضع يقول رغيف أو رغيفين النبي صلى الله عليه وسلم فقول لك بقى العجب أنه لما وقف بين يالا الله عز وجل وضعت عبادة ستين سنة في صومعته لم يعطي الله ضرفة عين ووضعت الزنية في كفة فرجحت الزنية يا شباب بعبادة ستين سنة رجحت لكن الله برحمته وضع له الرغيف أو الرغيفين في ميزان حسناته فرجحت بهن ميزان حسناته وغفر الله له بصفة قتل كما لابد اللي نتأكد منه ايه؟ أن صلائع المعروف تنجيك في الدنيا ايه؟ تقي مصالح السوق والآفات والهلكات وتنجيك في الآخرة لأنها توضع في ميزان الحسنات يوم اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بدون إلا من آت الله بالقلب سليم يقول عليه الصلاة والسلام كل من آدم خطاء وخير الخطاء يتبوهون وتوفوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفجحوا الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليل الصالحين وخالق الخلق أجمعين وراسقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين شهدوا أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد العبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلم وزيد ومارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهجه واستنى في سنته وكتفى أثره إلى يوم الدين إيه أما بعد فلم تصل إلى مرادك في الدنيا ولا في الآخرة ولا في جنة الخلق حتى تنفذ ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسمع عنه آآ تصل للجنة بهذا الطريق أو تصل إلى رضا الله أو رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق بسالح إلى هذا الطريق أول منيزل على حبل سيدنا الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم لن تناموا البر حتى تنفقوا بما تنفقوا ما كان سيدنا أبو طلحة عنده اتدار فيه نافر وفيه بك ما في قمة قمة العذوبة والنقاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب من ذلكم البك وهذه الأرض وذلكم الجدار في مقابلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض يقال لها فرحة فلما رسل قوله تعالى لن تناموا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء وطلح لنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي الذي بضحه والذي فيه الفهر الذي تحب أن تشرب منه وقل أنزل عليك يا رسول الله لن تناموا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أشهدك يا رسول الله أن هذا الجدار وتلك الأرض لله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قال يا رسول الله هي الله ورسول فافعل بها ووسحها وقسمها كيف ما شكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل قسمها أنت يا أبا طلحة على أرحامك والأقربين فقسمها تميعا على أرحامه والأقربين كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهدت أنك لن تصل إلى توفيق الله وتوسعة الرزق ومغفوة التنب في الآخرة إلا أن تنظر إلى ما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تسارع فينا فقط أخرج إذا كان الفطر ولا لسه زكاة الفطر الأصل عشان بس إيه الأمانة بين يدي العزالجين الأصل أن تخرج طعمة كما أخرجها النبي طعمة اسمها فطر يعني طعمة وأخرجها أبو بكر طعمة وأخرجها عمر طعمة وأخرجها عثمان طعمة وأخرجها علي الحطر وأخرجها كل من عاصر النبي وعاصر من عاصر النبي وعاصر من عاصر من عاصر cuales يعني الصحاب والتاجعين والتاجعين والتاجع التاجعين أخرجوها طعمة يعني طعم اما ان الامام ابو حليف اتهد في هذا وقال يجوز ان تخرج قيمة فالقيمة كما قال الدور الافتاء هذا العام خمسة عشرة دنيها عن الفرط. انت وزوجتك قمعك مثلا تلات اولاد لبعادكم كلكم خمسة 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 وخمسة وسبعين دنيها كحد ادنى. لكن كل ما قلت انت ريلاه كل ما كان في ميزان حسناتك ايضا لقاء. كذلك اذكرك واذاكرك نفسي بزكاة المال. زكاة المال لما جدوا حال عليها الحول. الحول مش الحول بتاع بتاع ابريل وماي ويونيو. تا الحول الهجري. لان مع السنوات بيفرق. بيفرق عدد ايام تصل الى سنة كل تلاتة وتلاتين سنة. لكن انت المفروض يطلع زكاة المال بتاعك على العام الهجري ومش العام الميلاد. السؤال كمان هل تبتمتها كانت? قالوا من تلاتة وتمين اول مايو على خمسة وتمين جوان بها? وحال عليهم الحول? يبقى الشرطين. القيمة ديين. النصاب ده. وحال عليهم الحول? تخرج اثنين ومقصة الميت. يعني? يعني من كل بيعين جليل تطلع جليل. يعني? يعني من كل الف جليل تطلع خمسة وعشرين جليل. ماذا بلد ان يصبح حال عليه الحول? سؤال. يجوز ان انا اعملها على اقصار شهرية? يجوز. بس تكون كاتب ده لان لا تموت وعليك شيء من زكاة المال. فاللهما تطبل منا انك انك رب العظيم. وطبع عليك انت التواه رقير. رحمة تقبل منا عزيز إلى صلاة نا. قبل منا صيامنا. قبل منا بيامنا. قبل منا ربعا. قبل منا سجودنا. قبل منا نعاءنا. قبل منا صالحة اعمال. الله ما لت تعلم في هذا اليوم العظيم دنباً الاales 낮ana. وعاصياً لا Design ولمرنظally Not Lay fidarken麒 Cruz nove blas إلا قضيتك ولا عسيراً إلا يسوفك ولا نبتلن إلا عفيتك ولا مهرباً إلا أعطيتك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم احفظ نسعى من كل مكروه رسول وسائر بلاد المسجدين اللهم إنك عفو الكريم والتخب العفو فاعفو عنا اللهم أعطبنا القابلة من النار اللهم اغفر وقف آباء ومهاتنا كما رضلنا صغارا اللهم اغفر وقفنا قبل الموت دوة وعيد الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعينا آهرين آهرين وأفر دعوانا للحمد لله رب العالمين ورحمة السلام